إذن إجراء لأن هذا الشي اللي غا يعطيه لكم بقي غادي يتقطع لكم في المساهمات ديال هاد الإصلاح ديال أنظمة التقاعد اللي غادي يكون خلال هاد السنة لما حشنتوش أما في 1 يناير 2025 أما مسألة لا تناقش غا يبدأ التفعيل لإصلاح أنظمة التقاعد كما تم التوافق حوله واللي انتم ما ما عارفينش أن اللي جان الموضوعاتية را يبدأت الأشغال ديالها وراها من أكتوبر 2022 هذيك اللي جان الموضوعاتية دار التوافق التشخيصي سواء في إصلاح أنظمة التقاعد سواء في تعديل مدونة شغل لتتهم الباطرونة مدونة شغل وقانون الإضراب وقانون النقابات دولك كل طرف من هات الأطراف الثلاث المركزية تيهمها يعني الحريات النقابية إلى آخره وتيهمها مشكلة ديال قانون الإضراب وقانون النقابات ومدونة شغل أيضا تهم الباطرونة إذن سيديك آخر نوش يتهمه سيدي آخر نوش يولد عمي تهمه وتنزيل إصلاح التقاعد في نسخته التانية والالتزام بالتوصيات للبنك الدولي كما جاء في الدراسة اللي قامت بها مكتب الدراسات فونكو لهو تعاقد مع وزارة الاقتصاد والمالية راه في عهد بن كيران في عهد العثماني مين ينزلو الإصلاح الأول ديال بن كيران أنا دك أعطاو هاد الإصلاح هاد الدراسة ديال الإصلاح أنظمة التقاعد لهاد المكتب الدراسات اللي فاز بالصفقة اللي اسمه فونكو وبناء على هذه الدراسة اللي قامت بها هاد مكتب الدراسات كان أرضية اللي قدمتها الأستاذة فتاح وزيرة المالية والاقتصاد في سنة تلفين واثنين وعشرين مني شكلوا آنة داك لجان موضوعاتي لإصلاح أنظمة التقاعد إذا من الفين واثنين وعشرين شهر أكتوبر وهو مجيين ينخدام ينحسيه مسي يضراب اللي ما الدق أسكات حتى الآن إذا الآن شغي يديرو جالسين تستقبلهم أخنوش بش يدير لهم واحد كل واحد تستقبلو بحدو بش يديرو واحد البروغراماسيون والتفاق والخطوط العارضة النهائية اللي غد يتوج بواحد المحضر اللي غيكون نهار خمسة وعشرين تقريباً أبريل الفين وربعة وعشرين اللي غي تجمعوا عليه ويضربوا لك البرارة ديالتاي والكعبي واللعبي ويوقعوا دائماً كالعادة التولاتي تولاتي ديالبير مودة الحكومة باطرونة المركزية النقابية وأعرف رشي خولها إصلاح نظيم التقاعد واللي يعطوك بالليمين غدي يقطعوه يرجعوه باليسرى إلا أن هاد المرة عندك المساهمات بالنسبة للتقاعد الأساسي وعندك مساهمة أخرى إضافية لبغيتي التقاعد التكميلي رغم أن هاد الاقتطاعات اللي اتنين غيكونوا إجباريين ما مشي على خاطرك ماشي على خاطرك بجوج غي قطعوهم لكم إجباريين أوبليغاتوار أما الثالث اللي هو سيبليمونتان اللي يمكن لك تدير شي تأمن يعني شي تقاعد مريح مينة توصل التقاعد مش تديره مع البنك ولا مع أساس الدين التيمان هاداك شغلك أما ما دون ذلك فانتظر الإصلاح المكواري وخشقجة المعاشر داري ومية عشرين اشتركوا في القناة